صدر في الجريدة الرسمية رقم 31 مرسوما رئاسيا يتضمن الموافق على 11 امتياز منبع للبحث عن المحروقات واستغلالها تم منحه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط للشركة الوطنية سونتراك ووفقا لهذا المرسوم رقم 24148 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 28 أفريل المنصرم فإن امتيازات المنبع الممنوحة من طرف وكالة النفط لسونتراك في الثامن عشر من فيفري الماضي تنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على 11 رقعة عبر التراب الوطنية